سبحان الذي أسرى بعنه ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حولك لنريه من آياتنا إنه هو السميع المصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه أهدا لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع الوح إنه كان عبدا شكورا وطغينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعنن علوما كبيرا فإذا جاء وعد أولا هما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأددناكم بأنوال وبني وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسرتم فلدا فإذا جاء وعد الآخرة ليسروا هجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحبكم وإن عبتم عدنا وجعلنا جهنم للكافعين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لكم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويجعلوا الإنسان في الشر تعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فأحونا آية الليل وجعلنا آية النهار البصرة لتبدأوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدن السين والحساب وكل شيء فصلناه تقصيلا وكل إنسان ألثمناه طاررا في عرقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما تزر وازرتهم وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدهيرا وكان أهلكنا من القرور من بعد موح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها يصلاها مذنوما مدعورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعي لها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عقاء ربك وما كان عقاء ربك محبورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآفرة أكبر درجات وأكبر تفطيلا لا تجعل مع الله إلها الأخر ستقعد مذنوما مخذولا وقال ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفهم ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واطفق لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقا والمسكين وبن السبيل لا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنه بتباء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسرا ولا تجعل يدك مغلولة من العنقك ولا تبسطها كل البسط ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك ينسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إلاقا نحن نرزقهم ونياكم إن قتله كان خطأا كبيرا ولا تقربوا الزلا إنه كان فاحشة وساء سديلا ولا تقتلوا النفس التي حرب الله إلا بالحق ومن قتل مغلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيب إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشد وأنفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأنفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالكستاص المستقيم ذلك خير وأحسن تكويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والمصر والفؤال كل أولئك كل أولئك كان عنه مسؤولا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجدال طولا كل ذلك كان سيبه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلى أن آخر فتلقى فتلقى في جهنم مروما مدعورا أفأصفهم ربكم بالبنين واتخذ من المباهكة إلافا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليتذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلية كما يقولون إذا لبتغوا إذا لبتغوا إلى ذي العرش ستيلا سبحانه وتعالى عما يقولون عرووا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهم وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تتقرون تسبيحهم إنه كان حبيبا غفورا وإذا قررت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة عجابا مستورا واجعلنا على قعوبهم أكمة أن يفقروا وفي آبانهم وطرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أتدارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإنه نجوا إذ يقول الظالمون إلا تتبعون إلا رجلا مسكورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أن إذا كنا عظاما وغفاتا أئنا لأبعجون خلقا جديدا قل كونوا حكارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطرهم أول مرة فسينقضون إليك رغموسا ويقولون متاهو قل عسى أن يكون قليلا يوم يدروكم فتستجيبون بحبه وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزم بينهم إن الشيطان كان للإنسان علوا مبيلا ربكم أعلم بكم إن يشهد يرحمكم أو إن يشهد يعدبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بما في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا دامون زمورا قل اعوا الذين زعيتم من دوله فلا يبلكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة يبتغون إلى ربهم الوسيلة أليهم أقرب ويرجون رحمتهم ويرجون رحمتهم ويخافون عذابا إن عذاب ربك كان مهدورا